مرحبا برج العذراء بشكل عام برج العذراء أحسك أنت والشريك بعدين تمرون بنفس تقريبا نفس الأمور اللي اللي قاعدة تمنعكم للإلتقاء في الوسط حاليا هي نفس الأمور ومحتاجين أن تتخلصون منها في هاي الفترة وأحب ذكرك بشي يا برج العذراء أنت من أكثر الأبراج اللي محافظة على طاقتك النقية داخل يعني دائما تحسن الظن في الناس دائما لحد الآن عندك أمل في الناس وترى دائما جانب الأفضل من الناس وبالتالي تعطيهم الكثير من الفرص تقريبا فرص يعني بعدد غير محدود من الصعب عندك يا برج العذراء على كثر ما أحنا نحبك ونحتاج طاقتك الجميلة معانا ولكن الأشخاص الخاطئين يقومون باستغلال طاقتك الجميلة طاقتك النقية فوصلت أشوفك هنا في البداية لمرحلة أن تؤمن بالحب ولكن استسلمت عن الحب يعني من النوع اللي تتشوف الحب لن يحدث لك أنت يحدث للآخرين بشكل يومي تسمع عنا طوال الوقت وتؤمن أنه موجود فعلا وصلت مرحلة بسبب الأشخاص الخطأ أو المواقف الخطأ اللي أنت موجود فيها حاليا لمرحلة أنك مخدول في الحب فأول نقطة عشان أصير اللقاء بين أشوف طاقتك فوق أنت وطاقة الحبيب تحدي عشان أصير اللقاء في الوسط أثنينكم أنت والشركة يجب عليكم التخلص من أمور حولكم لا تفيدكم تستنزف طاقتكم هاي اللي قاعدة أشوفه سواء الشريك شخص جديد رح يدخل حياتك الشخص من الماضي الشخص كان دائما موجود حولك ولكن ما كان في بينكم علاقة بغض النظر عندك التمبرانس أو البلانس طاقة الشفاء أو التعافي هي طاقة برج القوس ولكن الأبراج يعني غير مهمة في هاي القراءات يعني أنا نشوف أي حد ممكن ياخذ طاقة أي برج ثاني جدا هادي فعندك ستة الأغصان وهي أيضا طاقة نارية على أنك يا برج القوس صال لك فترة صال لك فترة عشان شدي أنا احتمال أشوف أن هذا الشخص كان دائما موجود في حياتك حتى لو خلف الكواليس حتى لو بصورة مؤقتة حتى لو من بعيد حتى لو بدون علاقة ولكن كان موجود من بعيد في محيطك لأن أنت عندك ستة الأغصان اللي قاعدة أشوفه أنك محاط بالكثيرين الكثير من الأشخاص يحبونك وأنت محبوب مثل ما قلت لك إياها طاقتك جدا مطلوبة ومؤثرة على الجميع أشخاص كثيرين محاطين بك دائما يحتفلون فيك يعزمونك يتفاعلون معاك وأنت المتوج فأنت بالنسبة لك صعب أن تترك هذا الحشد اللي عبارة أنه كله عن معجمين اهتمام أصدقاء علاقات وتأذر الحشد يعني بالنسبة لك الكارت هاي يقول لك انظر فعلا إلى الأشخاص المحيطين بك الأشخاص اللي قاعد تستمتع معاهم وتقضي معاهم وقت وتستفر فيهم انظر لهم وحاول تكتشف من هم الأشخاص وما هي نواياهم خلف الأقنعة اللي يلبسونها هل جميعهم يردون لك السعادة والخير لأن هاي الكارت أحصة قتلة بعضهم مثل الأسرة الأب والأم طبعا لو كانوا موجودين في محيطك طبعا يصفقون لك يردون لك الخير ولكن أيضا اختلط الجيد بالسيئة عندك هنا ان طاقتك نقية في بعض الأشخاص طاقتهم نقية ولكن استغلوا الفرصة أشخاص ثانين ممكن يكونوا من أفراد الأسرة المعارف صداقاتك أي أشخاص محيطين زملاء عمل دائما أحسهم شاغلينك عن شيء أهم وجودهم يعني مثل ما نقول إحنا العدو اللي لابس رداء الصديق دائما يشغلونك عن شيء مهم شيء جدا غاية في الأهمية يعني كأنك أنت تشوف الشمس تشوف سعادتك توقف بديت تاخذ أول خطوة تجاهها هاي الأشخاص على طول يلاحظون لأنهم دائما نحولك يدخلون حياتك يدخلون مرة ثانية يسحبونك بقوة ويقولونك بذل ما تقعد تطالع الشمس يلفتون انتباهك للشيء الثاني احتمال خلال روح نتسوق أو فلانة فلانة صار معاها هذا الشيء الأسبوع اللي فات على طول شيء تتون انتباهك عن الشيء اللي المفروض أنت تروح له شان المفروض الشيء اللي تروح له أنت عارف أحس أن على مستوى معين أنت عارف أن هذا الشخص موجود وهذا الشخص ينتظرك ونطر منك أنت يعني جواب ينتظر ردة فعل أو حركة منك تعطيه الضوء الأخضر عشان هو يتحرك اتجاهك لأنه فعلا أيضا يراك أنه جدا مشغول إنسان بري بيزي ومشهور ومحاط بالأحباء والمعجبين وما عندك احتمال وقت له ولكن أنت تعارف أنه في النهاية التامبرنس هي مثل الملاك وماسكة كوبين في يدها كوب فيه أتوقع نار كوب فيه ماء وقعدة تحاول تخلطهم بطريقة متزنة عشان تحافظوا على الكوبين شيء شدي فالسؤال اللي لازم تطرحها على نفسك ولأن جدا لدينا طاقة أكواب كثيرة هنا ما تتوقع أن حان الوقت أن أنت فعلا تختار كوب من هالكوبين تختار اتجاه وتمشي فيه عشان توصل للمستقبل اللي أنت تحلم فيه وأيضا لديك كرت الرليس الموت كرت الموت في هاي التاروم سمينا رليس معنات تغير الأشياء معنات أن أنت لازم تترك الأشياء اللي ما عادت تخدمك اللي ما عادت تصب في مصلحتك أحس أن هاي الشيء اللي في اللي صاير عندك وراء صار لفترة طويلة بحيث أنه صعب حتى بالنسبة لك أنه تغيره تعود على هاي الأشخاص ما تتخيل حياتك بدونهم ممكن يكون شخص فقط معين واحد الله أعلم ولكن أنت اللي لازم تقرر القرار لازم ينبع منك أنت رليس الملاك المسؤول لأنه أزرائيل أزرائيل وعندك عشرة الأخصان وعندك الهيرمت بالضبط مثل الكلام اللي قلت لك قاعد يتردد في كل الكرتات احنا بنروح فعلا لمواصفات الشريك بس هل حين إذا مثلا قلت لك مواصفات الشريك واحد اثنين ثلاثة ما يهمك شنو المفروض تسوي عشان توصل للشريك لأن تأكد أن الشريك حاليا موجود على وجه الكرة الأرضية شنو اللي يمنع التقائكم هذا هو السؤال الأهم وراء هاي القراءة حتى لو بعض الناس فقط يدخلوا القراءة عشان المواصفات الشكلية عشان لما يدخل حياتهم يعرفون شلون يتصرفون ما تب بأول ترتب حياتك عشان لما يدخل هذا الشخص فعلا تحصل السعادة بدل ما تذكركه بالأمور أكثر ما تب تكون جاهز هاي السؤال لك أنت الحين شئت أم أبيت أنت وصلت مرحلة ما تقدر فيها تمشي خطوة زيادة عندك عشرة الأخصان مثقل كهلك عندك عب الأمور مع هذي لك الأشخاص مع الوضع اللي أنت فيه وصلت لمرحلة المفروض توقف ما راح تقدر تاخذ خطوة واحدة إلى الأمور وهي الأشخاص احتمال ما يكون بس أشخاص احتمال يكون نمط حياة معين عندك نمط صرف متعود كثير على السفر على الأكل الكثير على الحياة الاجتماعية جدا أنت اجتماع ديادة عن اللزوم بحيث أنه ما عندك خصوصية عشان يدخل هاي الشخص حياتك وتأذر السبب أنت حاليا وصلت لمرحلة بستوب ما تقدر تاخذ شخص واحدة زيادة موقف واحدة زيادة وتتم تتحرك إلى الأمام أي شيء تسوي في هاي الفترة قبل ما تدع هاي الأشياء تموت تنتهي ما راح تتقدم إلى الأمام راح أقول لك ليش هذين الأشخاص اللي أشوفهم اللي أشوفها صاير يهمونك أن أنت تقدم إلى الأمام أن كان في علاقة أن كان في صداقات احتمال الأهل معارف أي أحد يهمونك أن أنت لما تكون معاهم مثل المخدرات توهمك في وقت اللي أنت تستعملها أنت بخير خلاص الدنيا كلها كاملة ولكن في الحقيقة أنت قاعد تدور في سيركل أنت في دائرة مو قاعد تطلع منها شلون؟ أنت راكب هنا على الأحصان المفروض الطاقة الطبيعية أنك تتحرك تجاه المستقبل ولكن إذا ما كان في تغيير حقيقي اللي قاعد يصير أنك ترجع ترجع لنافس الموقف وتلف تلف تلف مع نفس الأشخاص أو مع نفس الشخص أنت حدد وضعك أنت اللي ممكن تقدر فعلا تجاوب حالسؤال هل هم عدة أشخاص؟ هل هو إدمان معين على الاهتمام؟ هل هو أنت قاعد تعطي الآخرين الكثير من الوقت؟ ما عندك وقت حق نفسك وحق علاقتك الشخصية؟ علاقة العمر؟ ترى أنت مو قاعد لا تنوهم أن أنت قاعد تتقدم للأمام تحس أنه لا لا أحاول أني أوثق بين القديم والجديد قابله بعد ما تقدر أنت في النهاية قاعد ترجع نفس الاتجاه نذل ما قدت لك الإرادة الحرة تغلب كل شيء وإحنا كلنا نحبب برج العذراء كل الناس تحتاج طاقته شوف طاقة الأكواب هو برج ترابي ولكن طاقة الأكواب عنده وجوده يمثل السعادة في حياة كثيرين فأنا لا أقولك أن أنت تتوقف عن إسعاد نفسك والآخرين لا مجرد خد بريك تحدد فيه فعلا من الأشخاص اللي تحسهم أنه الدائرة مغلقة معاهم العلاقة مو قاعدة تفيدك قاعدين يأخذونك ما يعطونك من؟ لأن وقت اللي تسوي هالشيء راح تتحول أنت إلى ملك الأكواب بغض النظر عن الجنس طبعا تعرف ممكن أنت تكون الأنثى وضاقتك طاقة الملك الفرق بين الملك والملكة الملكة تعتمد أكثر على إظهار المشاعر طريقة واضحة أكثر الملك يكون دايريكت ويظهر مشاعره بالأفعال ما يكون جدا عاطفي يكون متزن أكثر ولكن أثنينهم لما يظهرون في القراءة بهذه الطريقة أثنينهم متوازنين ومتكافئين بما أنكم أثنينكم ملك وملكة الأكواب أرى أنكم تقريبا احتمال من نفس الدولة نفس المذهب نفس الدين نفس الثقافة أو حتى نفس طريقة التفكير تعرضت لنفس المواقف وهو أيضا تعرض لنفس المرحلة وهو حاليا أمر بنفس المرحلة اللي أنت قاعدت تمر فيها بس وهو أحس سواعي أكثر أن التغيير لازم يكون ولازم يكون موجود والحين وسريع ملك الأكواب رح تكون أولا سعيد من أجل نفسك لما تسوي هالشي أنت رح توصل مرحلة سعادة أو الذوق سعادة ما ضكتها قبل بهالطريقة أنا رح تنبع من الداخل مو من الاهتمام الخاطئ من الأشخاص الخطأ رح احتمال تجد أيضا سعادة في مشاريع أن تركتها أو ما كان لك وقت تعتني فيها دائما نحن نكون عندنا حرفة أو هوايا نحب نسويها مع الوقت نحملها عندما ننشغل بالحياة الاجتماعية في احتمال أنك بالعكس هالفترة ترجع لهاي الأمور وتشوفها بالعكس تثمر معاك ولكن طاقة الرحيل عن ما لا يخدمك أساسية ثمانية الأكواب هذا الشخص وصل لمرحلة ثمانية وهو عديد عدد كبير من الأكواب يعني بعد الثمانية تسعة وعشرة وخلاص يكتمل التقم ولكن طاقة الثمانية تقول لك لازم ترحل عن الأشياء الأشخاص المواقف الذي لا تخدمك مو قاعدة تساعدك أن تنضي قدما لأن هاي المرحلة مرحلة ستك عالق متوقف متجمد أنت في هاي المرحلة عشان توصل لمرحلة التسعة وعشرة يجب عليك أن ترحل عن ماذا ترحل قلت لك من شوي الأشياء الأشخاص اللذين لا يساعدونك على المضي قدما يأخذونك فقط في دوائر في العلاقة دائرة 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 ترجع لنافس الموضوع الحبيب أو الشريك أشوف بصراحة أن هاي الشخص حتى لو ما دخل حياتك ولكن ملاحظك من بعيد ينظر إليك من بعيد احتمال يلتقى فيك صدفة في مكان عام يعرف أحد من معارفك أهلك بشكل أيضا بعيد ولكن هذا الشخص يعرف كيف يصل إليك يعني احتمال يعرف وين بيتكم يعني معارف من بعيد شيء جدي احتمال أنت أيضا ما لاحظت جدا مشغول عزيزي برج العذرة ملاحظه اللي سألوا واللي اهتموا جدا بالمواصفات الشكلية أشوفها ولكن طبعا المواصفات ما راح تكون نفس الشي للكل أشوف إنسان احتمال بشرة تكون حنطية إلى بيضاء شعر غريض وفيه شامة كبيرة أما في منطقة الوجه أو المنطقة العلوية من الجسم بياضة أول شيء راح تلحظه في هالشخص بياضة مع الشامة جدا راح يلفتون انتباهك شكليا مو شرط يعجبونك بس راح يلفتون انتباهك أول شيء راح تلحظه في شكله الصورة مو واضحة حاول أقربها لكن مو شرط يعني إذا تقدم لك أو أتى في دربك شخص تقريبا يحمل كل المواصفات اللي أنت تحلم فيها وشخص جيد مو معنات أنه ترفضه لأنه ليس لديه شامة لأنه مو هو الشخص اللي في القراءة نهيما نحكم عقلك أوكي هذا الشخص ليش أقول لك أوه هو لاحظك وأنت لم تلاحظه هو لاحظك من بعيد عندك النجمة النجمة بعيدة وأبعد حتى من الشمس بالعادة عشان تريد تكون نجمة رأك من بعيد وشاف شاف حياتكم مع بعض يعني اللحظة اللي شافك فيها أو لاحظ حتى تصرفاتك بسرعة قرر أنه فعلا أنت تحقيق لكل أمنياته أنت الشريك اللي يقدر يبني معاه حياته هو يراك يعني مثل الحلم أشوفه حاليا احتمال ما بينكم تواصل ولكن هو دائما تفكير فيك دائما يتخيل يعني بالعادة المرأة هي التي تفعل ذلك ولكن بالعكس الرجل يقدر يسوي هذا الشيء دائما لأنك بعيد عنه دائما يتخيل حياته شلون بتكون معاك حيات زوجية حيات اللي انت تعيشون فيها مع بعض قاعد يتخيلها وبكثرة ولكن الخبر الجيد أن هذا الشخص التغيير بالنسبة له رح يكون أسهل هو أيضا يحتاج أن يرحل عن أمور مع عدد تخدمة أو أشخاص بالنسبة له أمور أكثر من أشخاص هو محتاج يرحل عنهم عشان يصير اللقاء في النص عشان يكون جاهز ولا أقنى يلتقي فيك لأنه عنده أربع خماسيات والتاور مرحلة سقوط البرج وعنده الكوب هذا الشخص عنده كوب الكوب رح يقدمه لك كحب كعرض زواج كعرض استقرار ارتباط ولكن هو يعرف يعني أحسه واعي أكثر منك بالتغييرات التي لازم تصير واعي أكثر منك من هالناحية يمكن لأنه صريح مع نفسه أكثر ويكون من برج ثاني برج احتمال برج مائي لأنه دائما متواصل مع نفسه ومشاعره انزل عنده أربع الخماسيات واللايف إكسبرينس هاي الشخص يعرف من زمان من زمان عنده كامل العلم إن الأشخاص والمواقف والطريق اللي هو عليه في السابق لا يخدمه لا يساعده وما راح يوصله لك وما يقدر يستمر فيه إذا كان فعلا يبي حياة معك إن كانوا أشخاص من علاقات سابقة إن كان زواج سابق إن كان تعلقات بنمط حياة معينة حياة السفر حياة الاستقلال وتأذر بغض النظر ما تمثله أربع الخماسيات بالنسبة له الشخص يعرف إنه تغيير 180 درجة يعني لازم يهد البرج من أساسه والبرج بنيان والبنيان يأخذ وقت وجهد لكي يبنى فصعب إنك تهدم برج في لحظة واحدة ولكن البرج هو يمثل يمثل هاي التغيير المفاجئة نجب أن يكون فيه تغيير عنيف في هاي المرحلة عند هاي الشخص عشان ويتخلص من كل الأشياء اللي ما تساعده هو أيضا لديه أشوف إنه لديه طاقة أكوب عنده يعني مثل خذلان ولكن أكثر منك هو عنده تخوف صاير من الحب عندك خذلان هو عنده تخوف ولكن يعرف جدا إنه هذا الشيء هو المطلوب وأشوفه أيضا رح يتخذ عشان ما يقعد ما يتم مثلك في هالدائرة رح يختصر على نفسه ورح ينهي الموضوع بسرعة جدا وبفاجئة مثل ما يقول لك نزع الضمادة أنت رح تنزع الضمادة عن نفسك ولكن ببطأ بألم رح تحس بكل شبر ألم كل جزء هاي الشخص أيضا يعرف أنه لازم ينزع الضمادة رح يختصر على نفس الموضوع يخلي البرج يقع يفعل ما يريد أن يفعله ما يجب أن يفعله وينهي الموضوع ويأتي لك جاهز بكوب صافي من الحب وعر من القلب بنواية طيبة عندك كوينة ووتر قلت لك الملكة ممكن تكون رجل ممكن تكون مرأة الملكة واضحة أكثر في مشاعرها فممكن أهو يجيك يقول لك يوضح لك مشاعره يوضح لك نيته في يد الملكة أو الملك قعد ينظر إلى هاي الكوب كأنه ينتظر للحظة المناسبة اللي يحس ظروف مناسبة عشان يقدم لك هاي الكوب قاعد ينظر إلى الكوب يترقب يترقبك أنت أيضا أنت مثلا راح تكون مستعد عشان يعطيك هذا الكوب لأنه شوف أنت حاليا مشغول ما بس بالأشخاص حتى بالأكواب الرسالة جدا مترابطة لك أنت مشغول عندك أكثر من كوب في يدك لا عطاك كوب في هالوقت في هالظروف حاليا وين راح تضعها؟ على الطاولة؟ على الطاولة لا يعتبر قبول لعرضه طبعا؟ لازم يدك تكون خالية تكون مستعد على نفس مستواه من الطاقة والاستعداد عشان يعرض عليك حبة بعد هاي المرحلة أشوف أنه طبعا راح يكون في لقاء راح يكون في بداية جديدة لكم أثنينكم والأمور راح تمشي بسلاسة يعني بسرعة وسلاسة الماء سلس وسريع في حركته ما راح تتأخر اللحظة اللي راح ينهد فيها البنيان البنيان القديم لكم أثنينكم بسرعة الأمور راح كل شي يقع في مكان الصحيح وبسرعة بالنسبة لكم فاللحظة اللي احتمال تعلنون فيها خطوبتكم أو الأشخاص شوفوا الطاقة جدا غريبة أنت عندك هني ستة الأخصان هني خمسة الأخصان قلت لك القراءة جدا مترابطة اللحظة اللي انت انسحب فيها من هاي الصورة الصورة راح تكون خمسة أخصان هاي الأشخاص بالنسبة لهم خسروك راح يفتشون يدورون عن سبب لماذا خسروك لماذا أنت الحين مموجود مثل أول مشغول شنو اللي شغلك الحين هم تعودين إنهم يكونون شغلينك راح تتحول إلى خمسة الأخصان يخسرونك من الصورة صح وتكون مستعد لوحدك الغصن الواحد الصغير راح تكون مستعد لوحدك مع هاي الشريك للبداية الجديدة هاي الأشخاص راح يضلون حمون حولك أكثر من الشريك لأن الشريك راح يهد البنيان من أساسه ما راح يستعمل حل البرج العذراء انطاقتك كيود راح احتمال تنسحب من عندهم هذا راح يهد البنيان ينهي الأمور من جذورها وهاي الأشخاص أتوقع عنهم من محيطك أو محيطة أتوقع من محيطك أكثر أو من محيطة بس حاطين بالهم عليك أكثر أنت راح يتمون حمون حولك أنت شوف أنت واقف بيدك العرض الجديد من الحبيب الشرارة الجديدة نستعد للخطبة صار الكلام عن عقد القران هاي الأشخاص راح يدخلون مثل الوسواس مثل بليس الرجيم من الكواليس من الوراء راح يحاولون يردون يسحبونك لنقطة الصفر يردون يوسوسون لك يخوفونك يشككونك في نوايا هاي الشخص يشككونك في قرارك ممكن يسوون إلس حيلة أنا قاعد أعطيك مجرد أمثلة عشان هاي نصيحة جدا مهمة لك في حاج المستقبل لما تترك هاي الأشخاص يرجع رقمهم لخمسة كن جدا حذر أن تثق يعني جدا حذر وين تضع ثقتك ثقتك اسحبها من أغلب الأشخاص وضعها في الأشخاص اللي مليون في المياه مستحيل يخونونك مستحيل أن يتمنون غير الأفضل لك مثل الأم الأب الأخ 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 يعني كن جدا حذر في مرحلة ما بين لقائكم الارتباط وما بين خلاص عقد القران والزواج هاي مرحلة أشوفها جدا حرجة راح يأتيكم الكثير من الكلام الوسوسة الضوضاء يحاولون يخربون بينكم الناس اللي نوعيتهم فوعلين خير ووصلوا لكلام كلامهم كله كذب هاي النوعية احذر منهم عزيزي برج العذرة راح أسحب لك كرت أخير طبعا نصيحة موجهة لك أنت أتمنى القراءة تكون جاوبة على أغلب أسئلتكم بس صعب بالنسبة لي أركز على المواصفات الشكلية لأنها جدا تختلف بالنسبة للكل في النهاية المضمون هو ما يهم ليس الشكل صراحة كرت راحة برج العذراء بجل النصيحة فزيكال تتش أتندر تتش كان مين سو مج يقول لك هني اللمسة الرسالة لك هني أنه حاول تلمس قلب هذا الشخص حاليا يعني من سرط اللمسة فقط تلمسه جسديا حاول تلمس قلبه خصوصا قبل مرحلة الارتباط حاول تلمس قلبه لأن هذا الشخص قلت لك شوي عنده خوف يعني حتى لو يدري أنك مثلا راح تقبل عرض الزواج لكن عنده خوف أنه أنت ما تحبه عنده خوف أنه أنت فعلا لا تريدك شريك وليس خيارك الأول كشريك اللمسة تؤكد مشاعرنا فأنظر وراء هاي الكرت أكد لهذا الشخص ركز على هذا الشخص وأكد له دائما طول الوقت لأنه دائما محتاج التأكيد دائما محتاج من نوع اللي محتاج يدري أنه أنت سعيد معه أنه أنت تحبه أنه هو أولويتك أنه أنت مستعد أنه هو يدخل حياتك فدائما عطى لغرين لايت الضوء الأخضر وأكد له